إغلاق كامل للمنافذ المؤدية إلى مقر محكمة واذب وحضور أمني مكثف طيلة يومين دامتهما جلسات محاكمة المدول محمد الشيخ المخيطير بتهمة لساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء الحكم بإدانة المخيطير سنتين نافذتين وبغرامة 150 دولارا حكم اعتبره محام الحق المدني جائرا متهمين المحكمة بمخالفة القانون عندما أسقطت الحق المدني من الملف المحكمة العليا اليوم عدلت أطراف الدعوة الدعوة كانت بين مجموعة من الأشخاص والنيابة والمخيطير اليوم في هذه المرحلة عدلت المحكمة مسار القضية وهذا ما لم تقوم به أي محكمة في تاريخ العالم على أي دولة تطراع عليها شمس الحرية في المقابل اعتبر محام الدفاع الحكم انتصارا للقضاء ولسماحة الدين الإسلامي المتظاهرون أمام المحكمة وفي الشوارع اعتبروا الحكم صادما لهم وقد سبق لو المخيطير أن أدانته إحدى المحاكم بالإعدام قبل أن تأمر المحكمة العليا بإعادة ملفه إلى محكمة الإسئناف وبتشكلة مغايرة هي التي أصدرت الحكم اليوم بهذا الحكم يكون القضاء الموريتاني قد طوى واحدا من أكثر الملفات حساسية وإحراجا بنسبة إليه شارع موريتاني غاضب يطالب بإنزال أقصى العقوبة بولمخيطيرة ومجتمع دولي ومنظمات حقوقية تطالب بتقفيف عنه محمد فضل حرة بنواديبو